طيب حاجة تانية عايزة اطمنكم على فريق اجازة لغاية يوم اتنين يونيو بنتكلم خمس ستة ايام اجازة خلال الفترة الى القاهرة بعد اجازة قصيرة بدأت من الامس في سويسرا لمدة حوالي تدريب للنادي الاهلي يوم اتنين ستة طيب الدوليين على فكرة كمان ويمكن معظمهم كده في اجازة سريعة في اليونان عدد كده من اللاعبة الدوليين سفروا الى اللاعبية موجودة في اليونان دلوقتي يعني فترة استجمام كده سريعة وراحة كده سريعة قبل الانضم لعب النادي الاهلي ينضموا الى المنتخب الوطني يوم تلاتين خمسة انه محتاج اجازة بالفعل اربع خمس ايام ودي مهمة جدا وكلر على فكرة قلده واحنا الاسبوع اللي فات قلنا بالفترة دي ان اللاعبة الدولية متنضمش تاني يوم مباراة الترجي لنجازة الفن عايز يرايح اللاعب لنجازة الفن عايز يرايح لن بعد الاجندة هترجع على مباريات صعبة جدا في الدوري كل تمانية واربعين ساعة مباراة سبعة طيب حاجة تانية كمان اضافية بعد الاجازات اللي حصل عليها الجياد واليين استعداد الانضمام للمنتخب يوم تلاتين خمسة رسميا تأجلت مبارتين الاهلي كان يلعب مع الالمونيوم والزمالي كان يلعب مع بروكسي المبارتين اتأجلوا لأ دول بس اللي اتأجلوا معادة طبعا مباراة بيراميز لان بيراميز انضم من خلاله اتنين لعيبة بس اهلي في عشر لعيبة لو نتكلم كده على عشر لعيبة قيمة منتخب مصر فيها خمسة من العشرة محمد الشناوي ومصطفى شبير في حراسة المرم خط الدفاع محمد لعيبة ربيعة ياسر ابراهيم محمد هاني اقرم توفي اتجادة خمسة من الملعب في مراوان عطية واحمد نبيل كوكا وامام عشور عشر لعيبة من الانضمام فيها خمسة وعشرين بالاضافة الى المحترفين وعلى رأس المحترفين الموجودين مع المنتخب سن تريزي جي بداية المعسكر يوم الثلاث وده هو موضوع في كأس مصر ده الخطاب الرسمي اللي ارسلوا اتحاد الكرة النهاردة للناديين والجيل مباراتين الاهلي في كأس مصر لسه عندي كلام كتير على السورة بطولة انتر كونتيننتل الدولية بطولة اسمها صعبة او ما كنا بنقول بطولة فيفا كاس عالم اندي على فرص